أعزائي الطلاب في الصف الثانوي الثالث أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة اللغة العربية اليوم مع دراسة الحواشي دلالة ووظيفة في نهاية هذه الحصة ستكونون قادرين على أن تتبينوا دلالات الحواشي وتحددوا وظائفها من أنت؟ إذا كان عليك أن تملأ بطاقة هويتك فكيف تجيب عن هذا السؤال؟ لابد أنك ستذكر اسمك وشهرتك وعمرك وجنسيتك وهواياتك واسمي الوالدين وبالمقابل كيف يعرف النص بنفسه؟ ما العناصر التي تقدم معرفة أولية حوله؟ وهل يمكن أن تعرف النص قبل قراءته؟ لتعرف الإجابة خوض هذه المراحل حاول أن تتعرف النص من دون قراءته مجيباً عن الأسئلة الآتية هل يتمحور النص حول الكيمياء؟ الجواب طبعاً لا كيف عرفت ذلك؟ يتمحور حول الفيزياء وقد ظهر ذلك في العنوان هل النص المطروح حديث الكتابة؟ نعم هو كذلك كيف عرفت؟ لأن النص كتب في سنة 2017 أن نقل بحرفيته أم جرى التعديل فيه؟ تبين التعديل فيه وذلك من خلال كلمة بتصرف هل النص صعب الفهم والمعاني؟ ليس كذلك النص سهل كيف عرفنا ذلك؟ لأنه لم يتضمن مفردات مشروحة أو على الأقل المفردات المشروحة قليلة على ما اعتمدت للإجابة عن الأسئلة اعتمدنا على العنوان والتاريخ والمرجعية والمفردات المشروحة الحواش إذن هي مجموعة العناصر التي تدور حول النص وتقدم معرفة أولية عنه لأنها تحمل دلالات معينة الحواشي العنوان المفردات اسم الكاتب المصدر والتاريخ والعدد وبالتصرف والترويسة دلالات الحواشي لأغلب النصوص عنوين فهل تتساوى في وظائفها؟ وما الرابط بين العنوان ومتن النص؟ إلى العنوان يضع القارئة أمام الموضوع المطروح مباشرة لأنه مرآة النص ويحدد طبيعة النص علمياً وأدبياً واجتماعياً ويعبر عن انفعال الكاتب إذا كان جملة إنشائية كالتعجب أو الأمر أو النداء وأخيراً يبين الصراع القائمة في النص في حال كان مبنياً على التعارض من خلال الطباق أو الثنائية الضدية ما الغاية من ذكر المصدر في الحاشية السفلة؟ وهل يؤثر اختلاف المحتوى في المصادر في دلالاتها؟ المصدر يكشف عن نوع النص أو الفن الذي ينتمي إليه إذا كان مجلة أو جريدة فهذا يدل على أن النص في الغالب مقالة يمكن أن يرتبط بالعنوان بعلاقات معينة جزء من كل تعرضية أو تكاملية أو توافقية ويمكن أن يكشف مرحلة أو حقبة في حال كان ذا شهرة عالمية وصاحبه علماً هل كل النصوص على مسافة واحدة من السهولة؟ ألا تجدون نصوصاً تكثر فيها المفردات المشروحة في الحواشي وأخرى تخلو منها؟ المفردات المشروحة إذا قلت أو غابت عن النص دلت على سهولة الألفاظ والمعاني فيه إذا كثرت في النص دلت على صعوبة الألفاظ والمعاني فيه ألا يعني لكم شيئاً أسماء أدباء وشعراء وكتاب مشهورين كالمتنبي وأمين الريحاني وغسان تويني؟ ألا ينعكس اسم الكاتب في مستوى المنتج الأدبي؟ اسم الكاتب يكشف اللون الأدبي للنص إذا كان علماً فجبران خليل جبران مثلاً يتميز أدبه بالوجدانية إذن هذا يدل على أن النص وجداني الأسلوب إذا كان مسبوقاً بلقب ألف نقطة دال نقطة ألف دال نقطة وغيرها دل على عمق أفكار النص ودقة المعالجة فيه إذ إن الكاتب صاحب اختصاص في مجال الموضوع المطروح واسم الكاتب يمكنه تحديد تيار أدبي ينتمي إليه النص إذا كان الكاتب علماً فسعيد عقل مثلاً شاعر الرمزي والياس أبو شبكة شاعر الرومانطقي ما الداعي إلى ذكر تاريخ إنشاء النص في الحاشية؟ ألا يرتبط ذكر هذا التاريخ بموضوع النص؟ التاريخ يحدد قدم الموضوع المطروح أو حداثته يمكنه أن يحدد حقبة تاريخية مهمة مرتبطة بالموضوع ماذا يعني نفاد إصدارات الكتاب من السوق؟ هل من دلالة لذكر رقم الطبعة في إصدارات الكتاب؟ عدد الطبعات يبين شدة إقبال القراء عليها وساعة انتشارها بينهم نظراً إلى شهرتها هل يحق لأحد تغيير محتوى النص من دون الإشارة إلى ذلك؟ ماذا تعني لكم عبارة الملكية الفكرية؟ بتصرف تعني أن النص قد أصابه تعديل معين أو تغيير حذفاً أو إضافة كذلك هي تعفي صاحب النص من مسؤولية الكلام المضاف أو المحدوف ألا تتطلب بعض النصوص ذكرى مناسبتها؟ ألا تشكل بعض المقولات فكرة عامة عن النصوص؟ الترويسة والمناسبة المناسبة تكشف عن البيئة التي كتب فيها النص والسبب كتابته ويمكنها أن تكشف عن الشخصيات والعقدة وكلهما يمكنهما أن يكشفا عن بعض مزايا النص الأدبية التي يتميز صاحبه بها والترويسة يمكنها أن تكشف عن نوع النص ولونه مقالة اجتماعية أو سياسية أو علمية والآن ما رأيكم أعزائي الطلاب أن تقوموا بهذا النشاط التطبيقي لتختبر مكتسباتكم قدم للنص من خلال دراستك لدلالات العنوان والحواشي في الإجابة من الواضح أن عنوان النص اللغة العربية وتحديات عصر العولمة يوحي بأن النص سيتمحور حول تأثير العولمة السلبي في اللغة العربية وما تشكله اللغات الأخرى من تحدي لهذه اللغة وللناطقين بها أما الحواشي فتوضح بأن النص للدكتور حسين نصار وهو عميد سابق في كلية الآداب ما يعني أنه من أهل الاختصاص وقد نشرت مقالته في مجلة العربي منذ وقت ليس ببعيد فالموضوع إذن يستأثر باهتمام القراء وقد خضعت هذه المقالة لبعض التعديلات بتصرف وأخيراً أعزائي الطلاب والطالبات نترككم الآن بمفردكم لتخوض هذا الاختبار التقييمي قدم للنص باستخلاص أربع دلالات من حواشيه أرجو لكم التوفيق وأخيراً أيها العزاء المكتسبات التعلومية التي مرت معنا اليوم الحواشي وهي مجموعة العناصر التي تدور حول النص وتقدم معارفة أولية عنه لأنها تحمل دلالات معينة وأبرز مكوناتها العنوان الترويسة المفردات المشروحة اسم الكاتب المصدر التاريخ العدد وكلمة بتصرف وختمًا أيها الأحبة نرجو أن نلتقي بكم في لقاء يتجدد مع حصص اللغة العربية دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر